ناقش وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد في العاصمة المؤقتة عداً مع محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر عدداً من مواضيع المتصلة بمجال النقل وحركة نشاط الموانئ وتطرق اللقاء إلى سبل إعادة نشاط الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر وذلك بهدف خدمة نشاط الحركة التجارية في المحافظات القريبة لما فيه مصلحة تخفيض كلفة النقل الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسعار السلع وأكد وزير النقل على اهتمام الوزارة بتقديم كافة تسهيلات الهدفة لتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير عبر موانئ البحر الأحمر في سبيل تحسين الخدمات وإعادة الترتيب وضع الكادر الوظيفي للمؤسسة مشدداً على ضرورة تنفيذ الأولويات الأساسية لبرنامج الحكومة الهدف للنهوض بالأوضاع الاقتصادية ودفع عجلة التنمية بالبلاد من خلال فتح آفاق أوسع لخدمات النقل البحري وتطويرها من جانبه أكد محافظة الحديدة حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة النقل للمساهمة في تطوير تلك الموانئ لتقوم بدورها الريادي وتنشيطها وتمكينها من أداء مهامها